لا تحدث اليوم عن انفجار فقاعة الديون النفطية الكل يعلم ما حدث في النفط منذ منتصف عام 2014 عندما شاهدنا هبوط خام برينت بـ 115 دولار إلى مستويات 30 دولار تقريبا قبل العودة والاستقرار بقرب مستويات لـ 40 دولار ربما هذه قد تكون الأرقام جيدة بالنسبة للمستهلك ولكن هل هي جيدة بالنسبة للاقتصاد العالمي؟ دعونا بداية نلقي نظر على بعض الأرقام فيما يتعلق في هذا الملف بالنسبة للنفط الصخري بطبيعة الحال فقط العلاقة سريعة ما بين العام 2008 بفقاعة شركات النفط لا طبعا علمنا منذ الأزمة العالمية تخفيض مستويات الفائدة إلى مستويات صفرية في هذا الوقت لم نعد نشهد استثمارات ذات جدوى أو ذات عائد جيد في السندات لذلك شهدنا توجه المستثمرين إلى استثمارات ذات مخاطر أعلى هذا بالنسبة للمستثمر فشهدنا طبعا ديون الشركات النفطية ارتفعت بشكل كبير نتحدث عن من 1.1 مليون أو تريليون دولار إلى 3 تريليون دولار ما بعد طبعا أزمة العام 2008 نحن نتحدث عن من عام 2006 إلى 2014 أكثر من ضعف الألديون لهذه الشركات بالتالي شهدنا الإنفاق الرئيس مالي أيضا يرتفع من 90 مليار في العام 2004 إلى 365 مليار في العام 2013 قبل سنة واحدة من بدء التراجع في أسعار النفط على كلنا بالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي خلال هذه الفترة يعني منذ العام 2010 وشهدنا بدء الارتفاع بشكل سنوي بحوالي المليون برميل يوميا تقريبا إلى أن أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتجية النفط في العالم وفي هذا الوقت بدأ نشهد تخمة في المعروض من قبل شركات النفط الصخري وهذا ما أدى إلى تراجع الحاد في الأسعار ولكن شهدنا أيضا بعد انهيار أسعار النفط من مستوى فوق 100 دولار إلى 40 دولار تصنيفات إتمانية لهذه الشركات بدأنا نشهد تخفيضها إلى أن أصبحت بشكل كبير البعض منها متعثر وبالتالي شهدنا حالات إفلاس كبيرة لهذه الشركات على كل حجم فقاع شركات طبعا النفط ديون هذه الشركات نتحدث اليوم عن 3 تليون دولار ديون الشركات النفط وخصصا النفط الصخري منها شهدنا حوالي الخسائر المستثمرين خلال سنتين نتحدث عن عام 2015 والعام 2014 في نهايته شهدنا حوالي 150 مليار دولار في سوق السندات وهذا طبعا نتيجة إفلاس بعض الشركات وعدم استطاعتها التسديد السندات للمستثمرين نتحدث اليوم عن حوالي 2.3 تليون دولار في سوق الأسهم نتحدث عن خسائر قيم السوقية لهذه الشركات في سوق الأسهم 2.3 تليون دولار نلاحظ هذا المبلغ الضخم جدا وهذا الرقم 52 شركة أعلنت الإفلاس شهدنا حتى رواج السوق ببايع معدات الحفر المستعمل اليوم الذهاب إلى تاكسس وقد تلحظ ما نشهده اليوم في مزادات في هذا السوق بعض المعدات التي تباع بأكثر بأقل من عشر قيمتها تقريبا حالة بالفعل يعني ملشته في الولايات المتحدة اليوم الحديث أيضا عن كبرى البنوك إلى أي درجة هي لديها انكشاف ومعرضة إلى هذا القطاع نتحدث عن حوالي 315 مليار دولار منها 20 بنك أمريكا و20 بنك أوروبي معرضة ومكشفة على هذا القطاع بهذه المبالغ نتحدث عن بورتفوليو أو من حوالي 1 إلى 5 في المئة من الديون هي لهذه الشركات لكن ماذا لو بالفعل شهدنا انفجار في هذه الفقاعة وعدم استطاعة التزديد وبالتالي تعرض البنوك إليها نتحدث عن حوالي 380 مليار دولار من الشركات تم إلغاءها أو تأجيلها هذا الانفاق الرئيسي بالنسبة لهذه الشركات وبالتالي وكالة الطاقة الدولية ذكرت بأنه نحن بحاجة إلى 300 مليار دولار استثمار خلال السنوات الثلاثة القادمة للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية كما هي عليه وإلا سنشهد الأمدادات قد تتراجع وبالتالي سنشهد تراجع في المعروض بحال لم تستمر هذه الاستثمارات واليوم بالفعل مهددة هذه الأمور وبالتالي هذا قد يعكس خلال الفترة القادمة ربما خلال سنتين أو ثلاث سنوات تعود لقفزة كبيرة فيها الأسعار بحال شهدنا التراجع في إمدادات النفط العالمية وبالتالي سنشهد ربما تهديد بالنسبة للشركات بالنسبة للمستثبينين وحتى بالنسبة للبنوك المنكشفة على هذا القطع